بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جرسنا اليوم لمادة الرياضيات للصف الثاني الابتدائي للتربية الفكرية الفصل الدراسي الأول معاكم المعلمة أمل التمامي اليوم بإذن الله سنأخذ موضوع الشكل الهندسي دائرة أخذنا في الأسابيع الماضية وتنولنا الأهداف التعليمية التي حققنا بعضها في الأسبوع الماضي وسنحقق البقية خلال هذا الأسبوع والأسبوع القادم بإذن الله في البداية سيستمع الطالب والطالب لقراءة قصة للتعريف بالشكل الهندسي دائرة أن ينظر الطالب والطالبة إلى الشكل الهندسي دائرة في عدة صور أيضا أن يكرر اسم الشكل الهندسي خلف المعلمة وهو الدائرة ثم يصنف الطالب الشكل الهندسي من بين مجموعة من الأشكال الهندسية أيضا أن يمثل أو يرسم الشكل الهندسي دائرة في الأخير أن يحل الطالب والطالبة أنشطة الكتاب الدراسي قبل أن أبدأ أذكر بالقوانين أو آداب الدراسة عن بعد لا بد أن نحرص على الذهاب إلى دورة المياه قبل بدل الحصة حتى لا يفوتك الدرس أيضا إحذار الكتاب والقلم وورقة عند الحاجة ضعها بجانبك عدم مغادرة الحصة قبل انتهاء الدرس والجلوس بجانب ولي أمرك جلسة صحيحة في مكان هادئ حتى تستطيع التركيز في الدرس نبدأ إذا تذكرون هذه البنت اللي اسمها نور كانت تحب ماذا؟ تحب الشكل الهندسي دائرة لذلك كانت تبحث عنه في كل مكان حولها عندما تخرج للشارع تشاهد السيارات التي عجلاتها ماذا؟ على أي شكل؟ أحسنتم شكل الهندسي دائرة هنا العجلة الأولى دائرية وهنا العجلة الأخرى أيضا دائرية أيضا باص المدرسة في الشارع عجلاته نلاحظ هنا العجلة الأولى والعجلة الثانية كلها على شكل دائرة دائرة أيضا في الشارع عندما تشاهد الدراجة عجلاتها أيضا على شكل دائرة هنا العجلة الأولى وهنا العجلة الثانية على شكل دائرة أيضا علامة التوقف التي تشاهدها في الشارع عندما تخرج على شكل ماذا؟ على شكل أيضاً دائرة عندما تذهب للمكتب نور تشاهد عربة الكتب عجلاتها على شكل ماذا؟ أيضاً دائرة أحسنتم أيضاً عندما تذهب للسوق لشراء أغراض تشاهد عربة التسوق عجلاتها أيضاً على أي شكل؟ أحسنتم على شكل دائرة أما نافذة منزل نور فنشاهد أنها على شكل ماذا؟ دائرة إذن النافذة لمنزل نور على شكل دائرة أيضاً ساعة الحائط التي توجد في غرفة نور نلاحظ شكلها كيف؟ دائرة أما كرة أخو نور أحمد الذي يلعب بها دائماً أيضاً نلاحظ شكلها على شكل ماذا؟ أيضاً دائرة أيضاً في النهار عندما تذهب للخارج وتتنزه في الحديقة تشاهد الشمس التي على شكل دائرة أيضاً أما عندما يظهر القمر مكتمل في الليل يكون شكله أيضاً على شكل دائرة وفي المنزل عندما تتناول نور الطعام تستخدم الصحن الأحمر الذي على شكل أيضاً دائرة إذن نور كانت تبحث عن الشكل الهندسي دائرة حولها في كل مكان وطلبت منكم نور أن تبحثوا حولكم في المنزل عن أشياء مختلفة لكنها تتطابق في الشكل الهندسي دائرة أتمنى أن تكونوا وجدتم هذا الشكل الهندسي الذي طلبت منكم البنت نور البحث عنه طيب ما رأيكم الآن أن نأخذ هذا التمرين إذا تذكرون البنت ريم عندها مجموعة من الأشكال تريد أن تصنف الشكل الهندسي دائرة فقط هنا عندها مجموعة من الأشكال لكن فقط تريد الدائرة ماذا سنفعل؟ سنصنف الشكل الهندسي داخل هذه الدائرة الكبيرة نلاحظ الدائرة ماذا؟ الزرقاء والحمراء والخضراء وضعناها هنا مع بعضها في مجموعة واحدة مجموعة الدوائر هل سنضع معها شكل آخر؟ لا لأنها فقط تريد الدوائر لذلك وضعنا الدوائر مع بعض أما بقية الأشكال الهندسية وضعناها خارج الدائرة لأن ريم لا تريد هذه الأشكال هي فقط تريد الدائرة إذن ساعدها ريم في تصنيف الدوائر مع بعضها البعض في مجموعة واحدة نسمي هذا الشكل دائرة دائرة أحسنتم طيب خلونا الآن نشوف مجموعة من الأشكال لكنها طبعا هي تختلف لكنها تتفق في الشكل الهندسي وهو دائرة هنا لدي صحن أحمر شكله ماذا؟ دائرة أيضا هذه الكرة على شكل دائرة وهذه العجلة للعربة أيضا على شكل دائرة إذن هي أشكال مختلفة لكنها تتطابق في الشكل الهندسي وهو دائرة ما رأيكم الآن أن نرسم هكذا في الهواء على شكل دائرة؟ دائرة دائرة أحسنتم خلونا نشوف أيضا شكل مختلف هنا كرة هنا عجلة دراجة وهنا عجلة سيارة نلاحظ أنها أشياء مختلفة كرة وعجلة دراجة وعجلة سيارة إذن هي أشياء مختلفة لكنها تطابقت في الشكل الهندسي وهو ماذا؟ دائرة هنا الكرة دائرة عجلة الدراجة على شكل دائرة وعجلت السيارة أيضا على شكل دائرة إذن كلها على شكل دائرة طيب أيضا هنا نشاهد مجموعة من الأشياء المختلفة تتطابق في الشكل الهندسي وهو دائرة هنا نلاحظ الشمس على شكل دائرة إشارة المرور على شكل دائرة وعلامة تمهل أيضا على شكل دائرة إذن هي أشياء مختلفة لكنها تطابقت في الشكل الهندسي دائرة طيب أيضا تعرفنا على رسم الدائرة من خلال مرحلة الخط الملون الأريض وهو أن يرسم الطالب على هذا الخط الملون الأحمر وهي مرحلة من مراحل التدرب على الكتابة إذا أنجزها ننتقل به لمرحلة النقاط الخضراء للبداية والبرتقالية والصفراء للتعرجات والإنحناءات والحمراء للتوقف بحيث أن الطالب يرسم دائرة في اتباع هذه النقاط إذا أنتهى من هذه المرحلة ننتقل به لمرحلة الاستقلال بأن نطلب منه أن يرسم دائرة بدون استخدام لا خط ملون عريض ولا نقاط إذا هذا الشكل الهندسي ما اسمه؟ دائرة أيضا نستطيع أن نستخدم مجموعة من الأنشطة المختلفة لتعميم مهارة الرسم للشكل الهندسي دائرة من خلال استخدام مثلا الرمل مثل هذه الصورة الأولى نلاحظ هنا وعاء يوجد داخل الرمل أرضية تكون منولة ونطلب من الطالب أن يرسم الشكل الهندسي دائرة هنا نلاحظ أن الطالب رسم الشعات الشمس التي على شكل دائرة تعتبر من الأنشطة الترفيهية والتعليمية في نفس الوقت التي تخدم هدفنا لدرس اليوم أيضا بإمكاني أن أستخدم الصلصال للصنح مجموعة من الدوائر وأبدأ بتزيينها بتعبيرات للوجه كوجه حزين ووجه مبتسم ووجه غاضب بهذه الصورة رقم 2 تشاهدونها أمامكم أيضا هذه من الأنشطة الترفيهية والتعليمية التي تخدم هدفنا لدرس اليوم أيضا بإمكاني أن أستخدم الأوراق الملونة كأن يقص هذا الشكل الهندسي دائرة بورق ملون أصفر مثل الشمس ونقوم بتزيينه بشعة الشمس بألوان مختلفة إذن هذا أيضا يعتبر نشاط ترفيهي فني وتعليمي في نفس الوقت يخدم هدف الشكل الهندسي دائرة طبعا عندك كان الطالب أو الطالبة غير قادر على القص بإمكاني أن نساعده بقص الورقة الملونة على شكل دائرة أتمنى أن يكون درس اليوم مفيد لكم سأتوقف عند هذه الشريحة بإذن الله غدا أو في الحصة القادمة سنأخذ مجموعة من التمارين الإثرائية التي تخدم تعميم مهارة الشكل الهندسي دائرة الآن جاء دورك عزيزي ولي الأمر بتعميم المهارة من خلال تدريب الطالب على رسم الدائرة أيضا تصنيف الدائرة أو استخراج الدائرة من بين مجموعة من الأشكال الهندسية أيضا اطلب مثلا من ابنك وابنتك البحث حوله في الغرفة عن أشياء مختلفة ولكنها تتطابق في الشكل الهندسي دائرة بهذا تكون استطعت أن تعمم المهارة حتى لا يفقدها الطالب وأراكم بإذن الله في الحصة القادمة كانت معكم المعلمة أمل تمامي مع السلامة